السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال فيديو اليوم مخصص للمستوى الخامس الفرد الأول للدورة الأولى لنبدأ على بركة الله السؤال الرابع أتمن بكتابة الوحدة المناسبة أو العدد المناسب سوف نرسم الجداول التحويل هنا سنبدأ بقياس الكتل نأخذ القياس الأول تمانية طن وخمسة قنطة سأحول الكلة إلى الكيلو جرام الكيلو جرام هنا يعني تمانية آلاف وخمسمائة القياس الثاني للكتل سوف نبحث عن الوحدة المناسبة هنا وهون إذا نأخذ خمسة وعشرون في الطن خمسة في الطن فاصلة خمسة وخمسون الكل أريده بهذه الكتابة يعني سأزيل الفاصلة وأضع صفرا هنا وأبحث عن الوحدة الملائمة إنها الكيلو جرام القياس الأخير للكتل خمسون جراما يعني صفر في القرام هنا خمسون ثلاثة عشر ميلي جرام زائد ثلاثة عشر ميلي جرام ثلاثة عشر أريد هذا القياس بهذا الشكل خمسمائة وواحد فاصلة ثلاثة هنا خمسمائة يجب أن تكون واحد هنا ربما هناك خطأ في التمرين أظنه خطأ كي أصل إلى هذا العدد سوف أضع هنا السنتي جرام السنتي جرام سوف أعيد كتابة القياس إذا خمسون جراما في مكانها لم تتغير لكن ثلاثة عشر سنتي جرام أصبحت هنا ثلاثة في السنتي جرام سوف أحول أن أريد خمسمائة وواحد فاصلة ثلاثة هذا القياس بوحدة الديسي جرام نمر الآن لقياس الأطوال القياس الوحيد للأطوال هو هذا القياس لدينا عشرون مترا عشرون هكذا هنا انتبهوا إنها ناقص ناقص تسعمائة ميلي متر الصفر في الميلي متر هنا تسعمائة إذن كي نحسب هذه العملية عملية استرح يجب أن أضع أصفارا هنا لأحول الكل إلى الميلي متر وأحسب صفر ناقص صفر صفر ناقص صفر هنا أحتاجه لإحتفاظ مع الإنزال عشر ناقص تسعة واحد هنا أيضا لإحتفاظه وأنزله في الرقم الموالي وإثنان ناقص واحد واحد نريد أن نحول إلى السنتيمتر السنتيمتر هنا إذن ألف وتسعمائة وعشر الآن نمر لقياس المساحات لدينا هذا القياس والثاني والثالث والرابع أربع قياسات إذن كي نسهل علينا الأمر سوف نحدد رقم الوحدات هنا وحدات 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 الوحدة هنا كي أضع فيها رقم الوحدات نبدأ بأربعة كيلو متر مربع فاصلة خمسة إذن أربعة هنا فاصلة خمسة أريد أن أحول إلى الهكتومتر مربع الهكتومتر مربع يتوقف هنا في هذا الرقم رقم الموحدات إذن نزيل الفاصلة أربعمائة وخمسة القياس الموالي إثناني هكتومتر مربع هنا وثلاثة متر مربع هنا الكل بالمتر مربع سأتوقف في هذا المكان في هذا الرقم إذن سأملأ هذه الفراغات بأصفار يصبح العدد عشرون ألف وثلاثة ثمانمائة ألف ديكامتر مربع إذن هذا الصفر في الديكامتر مربع هنا إذن الأصفار وحدة البسيطة وصفران وأضع ثمانية ثمانمائة ألف أبحث عن الوحدة الموافقة لهذا العدد ثمانين إذا أردت ثمانين سأتوقف هنا كل هذه أصبحت أصفار زائدة إذن أخذ العدد ثمانون في الكيلومتر مربع الآن أنا مر لي أربعمائة متر مربع هذا الصفر في المتر مربع هنا أريد هذه الكتابة صفر فاصلة صفر أربع إذن هنا الصفر إذن هذه أصبحت أصفار زائدة نستعملها رقم الوحدات أصبح هنا في الهكتومتر مربع نمر الآن للتمرين الخامس رقم الوحدة مربع يعني سأرتب ترتيبا تناقصيا تناقصيا يعني من الأكبر إلى الأصغر سوف نبحث عن الأعداد الكبيرة يعني أكبر عدد أبدأ به ثم أفصل برمز أكبر لدينا هنا عدد يتكون من خمسة أرقام ستة أرقام ستة أرقام خمسة أرقام ستة أرقام إذن سأبدأ بالأعداد التي تتكون من ستة أرقام وأترك الأخرى للنهاية وقارنها بدءا من اليسر لدينا اثنان في مئة الآلاف خمسة مئة الآلاف ستة مئة الآلاف إذن هذا هو الأول في الترتيب وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث إذن كتبنا هذه الأعداد التي تتكون من ستة أرقام بقي الأعداد التي تتكون من خمسة أرقام نقارنها بدءا من اليسر من الأكبر؟ هل ستة أم تمانية؟ يعني عشرات الآلاف إذن هذا هو الأكبر إذن أربعة وتمانون ألفا وتسعمائة وعشرون بعدها أصغر عددين هو خمسة وستون ألفا ومئاتا إذن هذا هو الترتيب التناقصي بالعربية لغض ديك خواص التمرين السادس عبارة عن مسألة اشترت السيدة حليمة قطعة من القماش طوله عشرون ألفا ميليمتر لإعداد ثلاثة أقميصة لأبنائها الثلاثة سامي موسى وسليمان استعملت خمسة أمتار للقميص الأول مئة وعشر سنتيمتر للقميص الثاني والثاني ألفا ميليمتر للقميص الثالث ما هو بالمتر الطول المتبقي من القميص لحساب الطول المتبقي يجب أولا أن نحسب طول الأقميص الثالث ثم نقوم بعملية طرح نأخذ الطول الإجمال الذي هو عشرون ألفا ونطرح منه مجموعة هذه الأقميص الثالث يعني مجموعة القميص الأول والقميص الثاني والقميص الثالث سوف نجمع قياسات أطول بوحدات مختلفة لدينا هنا المتر لدينا السنتيمتر لدينا المليمتر يجب أن نحولها إلى نفس الوحدة يعني بجدول التحويل متر ديسيمتر سنتيمتر مليمتر نضع القياس الأول خمسة أمتار القياس الثاني مئة وعشرة سنتيمتر يعني الصفر في السنتيمتر هنا مئة وعشرة والقياس الثالث الفاني يعني هذا الصفر صفر الوحدات في المليمتر هذه طريقة وضع القياس في الجدول ثم نحول بعد ذلك نجمع صفر صفر واحد خمسة ستة سبعة ثمانية هذه تمانية آلاف ومئة مليمتر خمسة أمتار إذا أضفنا لها مئة وعشرة سنتيمتر يجب أن نكتوب وحدات القياس لأنها مختلفة زائد الفاني ألفة مليمتر المجموع أعطانا ثمانية آلاف ومئة مليمتر الآن سوف نجيب عني السؤال الذي هو الطول المتبقي نأخذه الطول الأصلي طول قطعة القماش الذي هو عشرون ألفا مليمتر بالطبع نطرح منها مجموع أطوال الأقبيصة الثالث يعني ثمانية آلاف ومئة أحد عشر ألفا وتسع مئة نبدأ بـ 900 صفر صفر تسعة واحد واحد نريد المتر سنتوقف هنا إذن أحد عشر فاصلة تسعة أحد عشر مترا فاصلة تسعة السؤال باء علما أن قميص سامي احتاج قماش أكثر من موسى بينما سليمان احتاج قميصه قماشا أكثر من سامي إذن قميص سامي احتاج قماشا أكثر من موسى إذن نكتب سامي هنا وهنا موسى بينما سليمان احتاج قميصه قماشا أكثر من سامي إذن سليمان هنا سليمان هو الأول إذن هذا هو القياس أكبر نكتب سليمان يليه سامي ثم موسى هذه أسماء الأطفال نمر الآن للقياسات سوف نحول الكل إلى نفس الوحدة قميص الأول خمسة أمتار إذن خمسة أمتار هي خمسة ألاف مليمتر القميص الثاني مئة وعشرة سنتيمتر إذن مئة وعشرة هي ألف ومئة مليمتر والقميص الثالث الفاني مليمتر إذن سليمان سوف يأخذ القيمة الأكبر خمسة ألاف مليمتر التي هي خمسة أمتار سامي هو الثاني نعطيه ألفان يعني ألفا مليمتر الثالث الثالث هو موسى ألف ومئة مليمتر التي هي مئة وعشرة سنتيمتر نمر لترجمة زاوية قائمة انجل دروة شيفر رقم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة